أعربت وزارة الخارجية اليوم عن إدانة وسنكار دولة الكويت للهجمات الغادرة التي استهدفت جمعات دينية بعدد من الأقاليم في جمهورية باكستان الإسلامية والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين وقالت الخارجية في بيان لها أن دولة الكويت تؤكد رفضها القاطع لجميع أشكال العنف والحاق الأذى بالأبرياء لتعرب عن تضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها الداخلية وتقدمت الوزارة بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ولدوي الضحايا الأبرياء معربة في الوقت ذاته عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل